لو فيه أسايتس او استسأه الأسايتس هي عبارة عن تجمع الفليود داخل البروتونية الكابتي في منطقة البطن لو عايز تفرق ما بين الأسباب المختلفة اللي بتؤدي للأسايتس وخاصة التفرقة ما بين تلايف الكابت اللي هو السيروسيس اللي بيؤدي إلى الأسايتس نتيجة لأنه بيعمل بورتال هايبرتنش وما بين الأسباب الأخرى اللي بتؤدي للأسايتس زي الماليجنانسي او الكانسر في الحالة دي بنعمل اختبار بسيط جدا بنسميه الساج ما هو تحليل الساج؟ الساج هو اختصار سيروم أسايتس ألتومين جريديا عبارة عن الحروف الأولى للأربع كلمين فبنختصره فاج وبالتالي عشان نعمل تحليل الساج بنجمع عين الدم نبصل منها السيروم وكمان بنجمع عينة الأسايتس فليود ولازم نجمع العينتين في نبصله بعد كده بنقيس الألبوم في العينتين بنحسب الساج بنحسب الساج من خلال معادلة او فورمولا الساج بيساوي السيروم ألبومي بي الجرام بير دي سي ليتر ماينس لازم سايتس فليود ألبومي بي الجرام بير دي سي ليتر والنتيجة اللي بتطلع ما بتبقاش ريشو ولكن بتبقى رقم والتنييز بتاعه بيبقى جرام على دي سي ليتر بعد ما بنحسب الساج بيبقى عندي احتمالين الاحتمال الأولاني ان الجريديانت بيبقى أكبر من 1.1 جرام بير دي سي ليتر وده بيدينا انديكيشن على البورتال هايبرتينشن اللي بيبقى سببه عبارة عن سيروزيس في الليبر او هارت تيلير او بيري كارديال دي سي ليتر كلها بتؤدي للبورتال هايبرتينشن واللي بدوره بيؤدي للأسايتس بينما لو الألبوم جريديانت بيبقى أقل من 1.1 جرام بير دي سي ليتر في الحالة دي بنستبعد البورتال هايبرتينشن لان سبب الأسايتس هنا بيبقى نتيجة للإنفكشن او الماليجنانسي او نيفروتك سندروم او البانكرياتيك أسايتس واللي بتحصل نتيجة للبانكرياتيتس او الانفلاميشن في البانكرياتس وعشان نعرف ليه السيروزيس بيسبب البورتال هايبرتينشن وبالتالي بيعمل الأسايتس ده لان التلايب او السيروزيس بيمنع دخول كل الدم اللي جاي من الانتستين في البورتال بي وبالتالي الدم بيترقم في البورتال بيين ويؤدي الى زيادة هايدروستاتيك بريشر عشان كده يبقى في تلايب بورتال هايبرتينشن زيادة هايبرتbeitكر والبورتال هايبرتينشن بيؤدي إلى خروب الفلاوت من الهيباتيك سايناسويد الى البريوتونية الكابت والهيباتيك سايناسويد بيتسمح فقط بمرور الفلاوت ولكن تمنع خروف الالبوم للأسايتك فليوت عشان كده الأسايتك فليوت بيبقى حضور فيه الألبوم وبالتالي ما بنعمل المعادلة بيبقى الفرق كبير ما بين مستوى الألبوم الموجود فيه السيروم عن الألبوم الموجود فيه الأسايتك فليوت وعشان كده بنلاقي فلساك أو الجريدينت بيبقى أكبر من 1 و 1 من 10 جريم على الديسير بينما في الحالات الأخرى بيكون السابق هو الامفلميشي والإنفلاميشن بيؤدي له وعشان كده بيؤدي له له كمية كبيرة من الفليوت وكمان كمية كبيرة من الألبوم وعشان كده بيكون الفرق ليل ما بين السيروم ألبومي والأسايتك فليوت ألبومي وبالتالي ما بنعمل المعادلة بيكون الساج أقل من 1.1 جرام على الديسير علشان كده اختبار الساج بيبقى مهم جدا للتعرف على البورتال هايبر تنشن وبتوصل الأكيوريس بتاعته بـ 97% في تشخيص البورتال هايبر تنشن نتيجة للسيروزيس أو هارد فيه كمان لو عايز تفرق ما بين السيروزيس وما بين الهارد بيزيزيس لأن الكنين بيعملوا بورتال هايبر تنشن في الحالة دي بنقيس مستوى التوتال بروتين في الأسايتك فليوت ولو الأسايتك بروتين أكبر من 2.5 جرام برديسيليتر في الحالة دي بيبقى سبب الأسايتك أباره عن هارد فيليار أو بريكارجيال ديزيز ولكن لو الأسايتك بروتين أقل من 2.5 جرام على ديسيليتر في الحالة دي بيبقى سبب البورتال هايبر تنشن هو السيروزيس لأن السيروزيس طبعا بيعمل دامج للهيباتوصايت وعشان كده بيحصل ديكريز في الألبو من سينسي وبالتالي بيبقى التوتال بروتين أقل من 2.5 جرام على ديسيليتر وبالتالي بيقدر نفرق ما بين السببين ان احنا بنقيس التوتال بروتين في الأسايتك ليو وده بيدينا تشخيص سريع جدا وتفرقة ما بين الأسباب المختلفة للأسايتك بدل ما كنا بنعود نعمل تفرقة كبيرة جدا ما بين الإجزوديت والترانزوديت عن طريق الفيزيكال إجزاميناشن والكيميكال إجزاميناشن والمايكروسكوب إجزاميناشن فلساك تحليل سريع وضقيق بيقدر فعلا يفرق ما بين البورتال هايبرتنشن والنبورتال هايبرتنشن أسايتك شكرا 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 شكرا